بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً مرحباً بكم وحلقة جديدة من الصديد التحليلي على قناتكم قناة النادي الأهل وموراه مهمة جداً وعودة مرة أخرى للمنافسة المحلية والبطولة المفضلة لنادي الأهل بطولة الدور الممتاز لكرد القدم ولقاء مهمة جداً جداً أمام غزل المحلة في الجولة 23 من الدور الممتاز واللي هتلعب إن شاء الله على أستاذ القاهرة ماتش مهمة هنتكلم فيه لكن قبل ما نتكلم عن ماتش عايز أتكلم على حاجتين ثلاثة كده حصلوا في اليومين ثلاثة اللي فاتوا من أولها مباراة نادي الأهلي والهلال السوداني ملحمة خل ما تحدث أبطالها جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي العظيمة العظيمة وبنكرر العظيمة على مدار تاريخها هي اللعيب رقم واحد وهي السند والداعم رقم واحد وهي صحبة الانتصارات والبطولات والأرقام القياسية رقم واحد للنادي الأهلي جماهير العظيمة دي اللي عملته في لقاء بطل السودان الماتش اللي فات يعني حدث بقى ولا حرج من كل الوجوه التزام نظام ولا أروع وده مش غريب على جماهير النادي الأهلي كل عارف مين هي جماهير النادي الأهلي دور جماهير النادي الأهلي طول عمرنا بنتكلم عن جماهير النادي الأهلي ولكن على الطبيعة الشكل مختلف ادرب الكلام اللي احنا بنقوله في مليون دي جماهير النادي الأهلي كل واحد عارف دوره كل واحد جاي شهر رمضان صايم وناس جاي من محافظات وجايين من بعد صلاة الدور تشجيع من أول لحظة لحد آخر لحظة لحد بعد انتهاء اللقاء وتحية لللاعبين والجهاز الفاني بصراحة جماهير النادي الأهلي عزفت سمفونية رائعة لا يعزفها سوى جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي فضله بعد ربنا اللي فضله بعد ربنا في جميع انصرات النادي الأهلي في المباراة دي شفنا قد ايه عظمة جمهور النادي الأهلي والجميع أشاد بيهم الجميع أشاد بيهم اربعة خمس ساعات كله خالص جماهير النادي الاهلي في خلال اربعة خمس ساعات تذاكر كلها خلصة نافت تذاكر كلها وكمان بعد المباراة بعد المباراة كل بيشكر جماهير النادي الاهلي التزام ولا اروع تشجيع ورفع الروح المعنوية لللعيبة من قبل المباراة والثقة الكبيرة جدا 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 حتى في الاوقات اللي كانت اللعيبة مضغوطة بعض الشيء عصبيا من اهمية المباراة لقى الجمهور وراهم وجمهور معاهم وجمهور مش عايزهم ما اهمتش لحظة ما مسكتش ثانية من قبل المباراة حتى بعد المباراة لازم كمان أشكر كل مؤسسات الدولة اللي كان لها دور كبير في الموافقة على الحضور الجماهيري وتسهيل المهمة في التواجد في أستاذ القاهرة وبرضه أشكر إدارة النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي اللي بدأت بالمبادرة وطلبت المسؤولين بدخول الجماهير وكان المسؤولين عند حصن الظن ووفقوا على كل المطالب ووفقوا على حضور الجماهير الكبير وساهلوا دخولهم وكانت الجماهير فعلا عند حصن الظن والجميع قام بدوروا على أفضل ما يكون كمان يعني مش عايزين ننسى رجال الأمن رجال الأمن اللي هم في عز الصيام في عز الصيام كانوا متواجدين من الصباح يعني من قبل ما الجماهير تروح على الأستاذ كانوا في الشارع لاستقبال جماهير الأهلي اللي زي ما قلنا جات من كل المحافظات لتشجيع الكبير زعيم القارة الأفريقية النادي الأهلي العظيم لكن التزام جماهير الأهلي وتشجيعهم للفريق جوه الملعب ما كانش عاجب قلة موجودة جوه بس دي قلة مندسة ومعروفة كان ليها الرأي تاني وكتعايزة تبوز الشكل أعملوا بقى شوية فابركات وأعملوا شوية حاجات غريبة وأعملوا حاجات قديمة لا أساس لها من الصحة خالص ما كانش متواجدة أصلا في المباراة والكل عارف والحمد الله الجهات الأمنية كشفتهم سريعا وأكدت طبعا يعني أن الكلام ده ما حصلش في المباراة وأكدت على أن الكلام ده كان مفابرك هي قلة قليلة جدا للأسف هي اللي كانت عايزة تبوز ولكن الكل عارف ورجال الأمن جابوهم وجودول كان لهم أغراض تانية ولكن الحمد الله رب العالمين اليوم عد على خير ومبروك للنادي الأهلي وزي ما احنا قلنا يمكن من قبل ماتش القطن الكاميرون قلنا تفقلوا 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 النادي الأهلي السنين اللي فاتت لما بتصعب الرجالة تبقى عند عصن الظن احنا في السنين اللي فاتت معظم السنين اللي فاتت بندخل في آخر مباراة على المركز التاني طبعا هو مش مركزنا طبعا مش مركز محبب لنا زي ما محبب لنا الثانية ولكن هو يعني ادنا الفترات اللي فاتت الدخول لدور التمانية ووصلنا للنهاية تلات مرات خدنا البطولة مرتين والمرة التالتة حصلت بعض الظروف كلنا عارفنا مش هكلم فيها تاني ولكن وصلنا تلات مرات لنهاية البطولة فالمرة دي كان الغرض طبعا احنا صعبنا الأمور على نفسنا ولكن كان الغرض في النهاية ان احنا نصل لدور التمانية لان احنا من 2017 احنا ضفد مش ضفد اقام ده احنا صحاب الفرح ده احنا الزعيين دور التمانية ما بيعديش النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يكون متواجد فيه من 2017 لحد النهاردة تعامل رقم خياسي النادي الاهلي غير انه كسبان عشر بطولات وان شاء الله ال 11 جاي في السكة